رئيس الجمهورية يأمر بمراجعات أجور هذه الفئات فورا وتحسين وضعيتهم السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فضلا وليس أمرا اشترك في القناة واضغط على زر الجرس وهذا ليصلكم كل جديد تمنا رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الاجتهادات التي تضمنها مشروع القانون الأساسي للقضاء والهدفة إلى تكريس استقلالية القضاء ويأتي هذا خلال ترأسه اجتماع لمجلس الوزراء أين تقرر بتعرض القانون أكثر ليتم عرضه في اجتماعات مجلس الوزراء لاحقا ومراعاة ما يلي ضرورة توفير شروط الارتقاء أكثر بالعدالة على رأسها التكوين والترقية بناء على النج المهني الكامل للقضاء وعلى ضوء خبراتهم وتجاربهم التكفل أيضا الأمثل بالقضاء خاصة من خلال مراجعة شبكة أجورهم وتحسين وضعياتهم السكنية والعائلية حماية لهم من كل الإغراءات الخارجية اعتماد أيضا مقاربة الفصل في القضايا عبر المحاكم المتخصصة تخفيفا للضغط على القضايا بهدف حماية المواطن ومصالح الدولة على حد سواء بتكريس دولة القانون إذا أعجبكم الفيديو لا تبخلوا علينا بالضغط على زر الإعجاب ترجمة نانسي قنقر